تمكنت قوات الأمن من القبض على أربع من المتهمين بتنفيذ عملية إجرامية ومقتل عدد من السجناء أثناء نقلهم إلى مصلحة السجون شمال البلاد محمد حسن عبد الرسول تعرض في ليلة الثلاثاء 11 من أبريل الموكب الأمني الذي كان ينقل عدد من السجناء إلى سجن توروتورو برفقة بعض من أفراد الشرطة الوطنية تعرض لإطلاق نار كثيف من قبل عدد من الأشخاص حيث توجه رجال الأمن والقضاء إلى موقع الحادثة الذي أسفر عن قتل عشر وجرح اثنين منهم وجرى هذه الاختراقات الأمنية الخطيرة فقد أدل المدى العام بالمحكمة بالإجراءات القضائية التي اتخذتها وزارة العدل وزير العدل يدين بشدة هذا الهجوم وقام حالا بإرسال السلطات القضائية وقوات الدفاع لرسم الحادثة والبحث عن المعتدين والسجناء الهاربين بعد الهجوم الذي تعرضت له القافلة إن كل دولة القانون لا يمر عمل مثل هذا دون عقوبة لذلك علاوة عن البحث الذي تقوم به السلطات المعنية في هذا الوقت هناك تحقيق فتحته النيابة العامة لمعرفة تشخيص القائمين بهذا العمل وتقديمهم للعدالة لأن لا أحد يعلو فوق القانون إن وزارة العدل لصفتها الراعي للحقوق والحريات تحس بأنها معنية مباشرة بمثل هذا الخطأ وأنها ستبذل كل جهدها من أجل إنصاف الضحايا ويعطائهم حقوقهم وفور وقوة هذه الحادثة المؤسفة قامت الجهة المختصة بالبحث الجنائي بإلقاء القبض على أربعة أشخاص وتسليمهم إلى المدى العام بالمحكمة لمحاكمتهم بحسب القوانين والنصوص القضائية وقد أكد المدى العام للمحكمة ماهولي بيرنو بأن لا أحد فوق القانون وأن جميع الذين شاركوا في هذه الجريمة سيحالون إلى القضاء ومحاكمتهم بأقصى العقوبات القضائية